من أخبار النادي الأهلي خلينا نروح دلاتي نعرف على الساحة الرياضية الوضع عامل إزاي لأن في أحداث كتيرة جدا متعلقة بالرياضة السواء المحلية أو طبعا العالمية خلينا نروح لزملتنا العزيزة هنا أبو القاسم من جريدة اليوم السابع ونعرف منها أي آخر المستجدات هنا بنصبح عليك أنا وكريم أكيد صباح الفل كل جمهور دلوقتي عشر الصبح في الأهلي بيتابعك فضالي يا صباح الخير عليكم يا نهواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان بداية أسبوع جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناكم دايما من مقر جريدة اليوم السابع هناخدكم في جولة لأبرز وأهم أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم والبداية من اليوم السابع اللجنة الأولمبية تقرر وقف انتخابات الاتحادات الرياضية في إطار دائم طبعا من سعي اللجنة الأولمبية المصرية لتحري الأصوب وإزكاء روح المنافسة وتوسيع دائرة المشاركة في انتخابات الاتحادات الرياضية قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف انعقاد كافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وطبعا بناء على ذلك تم إقرار جدوى الزمني لبدء وسريان إجراءات جديدة لانتخابات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية هتبدأ طبعا من يوم السابت الموافق لي 28 28 21 هيتم فتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وهيستمر لمدة أسبوع على أن تسير بقية الإجراءات قدومة يعني طبعا الحقيقة أن اللجنة الأولمبية المصرية دائما بتؤكد حرصها البالغة على التنصيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية ومن جريدة الشروق سانجرمان يضرب بقوة وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي طبعا انفرد فريق باريس سانجرمان بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه المثير الحقيقة على ضيف ستراسبرغ بنتيجة 4-2 أمس السبت في المرحلة الثانية ومن جانب آخر طبعا لقى فريق نيس مضيف ولال حامل اللقب درسا خاصيا وقدر يفوز بأربع أهداف دون رد يعني لو هنكلم أكتر عن مباراة باريس سانجرمان على استاد حضيقة الأمراء حقق الفريق فوزه الثاني على التوالي في غياب طبعا الوافد المنتظر الحقيقي الأرجنتيني جديد ليونال ميسي وأيضا غياب زميله البرازيلي نيمار وطبعا بهذا الفوز قدر يرفع باريس سانجرمان رصيده في صدارة الترتيب إلى 6 نقاط في حين أنه ظل ستراسبرغ في قاعة الترتيب بدون نقاط وعلى صعيد آخر رفع نيس رصيده إلى أربع نقاط وتوقف رصيد لال عند نقطة واحدة ومن الجمهورية أونلاين وسط أزمات اقتصادية ضخمة ما هي أغلى عشر أندية أوروبية من حيث القيمة التسوقية للاعبيها طبعا بتبدأ منافسات الدوريات الكبرى في أوروبا خلال هذا الأسبوع ووسط أمال الجماهير الحقيقة بمتابعة موسم كاروي ممتع ربما يشهد هذا الموسم الانتقالات الصيفية الموسم الحالي عديد من الصفقات القياسية من حيث القيمة يعني طبعا الحقيقة أنه رصد موقع سكاي نيوز عربية أغلى عشر أندية في أوروبا من حيث قيمة التسوقية للاعبين تلك الفرق يحتل المركز الأول منشستر سيتي الإنجليزي وبتبلغ قيمة لاعبي مليار جنيه استرليني يعني تقريبا مليار جنيه استرليني وبعد ذلك بيأتي في المركز الثاني عفواً بطر أوروبا شيلسي وبتبلغ قيمة التسوقية للاعبين 998 مليون جنيه استرليني وفي المركز الثالث بيأتي باريس ساند Gourman بقيمة تسوقية 993 مليون جنيه استرليني في المركز الرابع ليفر بول بقيمة تسوقية تبلغ 905 مليون جنيه استرليني أما في المركز الخامس بيأتي منشستر يونيتد بقيمة تسوقية تبلغ 900 مليون جنيه استرليني يليه في المركز السادس ريال مدير بقيمة تبلغ 848 مليون جنيه استرليني بعد ذلك في المركز السابع العملاق البافاري طبعا بايرن يونيخ بقيمة تبلغ 820 مليون جنيه استرليني في المركز الثامن يأتي نادي برشلونة بقيمة تبلغ 763 مليون جنيه استرليني في المركز التاسع يأتي بطل إسبانيا أتلاتكو مدريد بقيمة 730 مليون جنيه استرليني وفي المركز العاشر والأخير يأتي توتنهام بقيمة تسوقية 704 مليون جنيه استرليني وأخيرا من روسيا اليوم أساكا تتعهد بالتبرع بجأزتها المالية بعد زلزال هاتي طبعا تعهدت اللعبة التنس نعومي أسكا تلعبة التنس زي ما قلت بالتبرع بجأزتها المالية من مشاركتها في بطولة التنس هذا الأسبوع طبعا ده لدعم جهود الإغاثة بعد الزلزال اللي هز مدينة هيتي الحقيقة اللعبة حصلة على أربع ألقاب في بطولات الأربع الكبرى وأعلنت ذلك في أعقاب زلزال هز هيتي وهي الدولة طبعا الوقاعة في المنطقة التي يأتي منها والدها وتسبب في وفاة ما لا يقل عن 304 أشخاص يعني طبعا خبر مؤسس جدا لكن حقيقة كانت لفتة طيبة جدا وإنسانية من اللعبة نعومي أساكا يعني دي كانت أبرز أخبارنا خلوني كمان قبل ما أختم فقرة أخبار الصحف الرياضية أفكر جميع مشاهدين بمباريات اليوم في الدوري المصري والإنتاج الحربي هيواجه مصر المقصة في تنام السابعة مساء يعني دي كانت أبرز وأهم أخبار من الصحف الرياضية من داخل مقر جريدة اليوم السابع العودة لكم مرة أخرى نهواندو يا كريم شكرا لك يا هانا على هذه التغطية الإخبارية يعني جبت لنا آخر الأخبار المهمة أعتقد على الساحة نشكرك جدا أنت وسالة